كل سحرك طيبة كابتار يا خبيبي انا عارض اعيد ميلادك لا يعني هو انا عارض احنا عدنا الساعة 12 اه عدنا كل ساعة طيبة كابتار علشان يبقى اول واحد الهي لك اوقت حبيبي يا كريبي الوالك في البيت هو كاليس الوالك في البيت هو كاليس لا والله لس ما انتش كنت دخل على الهول ما انا جيت لك الساعة انا ما شاء بـ 12 ملبي قلت الحا نفسك هي السنة الجديدة يعني السنة جديدة بالنسبة لنادي الزمالك وبالتأكيد بالنسبة لمستوى الشخصي يعني مستوى الشخصي أن أنا أرجع مرن تاني ربنا وفقني في مكان أقدر أمرن تاني فيه بالنسبة لنادي الزمالك أتمنى له كل التوفيق وكل النجاح وكل الاستقرار ده بيتنا وشئنا أبينا أن إحنا بنحب الزمالك مش عشان بطولة بنحب الزمالك حبا في الشعار بتاع النادي حبا في الكيان حبا في اللي إحنا نمنا فيه وكلنا وشربنا فيه يعني أنا كنت بقعد في النادي الزمالك يا كريم وأنا بلعب أكتر من بيتي صحيح كنت بخرج الساعة 11 لصبح روح الساعة 8 بالليل 9 بالليل صحيح وده لما اتجوزت قبل كده كنت مقيم بقى في ناة 24 ساعة أنا كنت بأتكلم مع العفريت بالليل كنت بستنى هم يناموا وأنام أنا بقى عشان سوي أنام بقى تحت المدرجات والله كنت أسمع صفير بالليل وحاجات كده أو عل الكرآن وافضت صحي بقى غات هم ما يناموا الفجر يطلع وأصالي الفجر يشأ شأ هم يناموا وروحان ينام بقى تهيوات بقى عشان ما حاش يفتكي نحن نتكلم بجد تعبنا وشئينا تعبنا وشئينا في النادي الحمد للفضل الله والنادي أكرمنا آخر كرم وارتبطنا باسم هذا النادي يعني فخر لنا وحاجة الواحد بيسعد بها دايما وجماهير النادي دي هي الحاجة الوحيدة اللي سابتة في هذا الكهان مع اسم النادي طبعا وتاريخه طبعا احنا بنروحه نيجي